يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينزر بحسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتهذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض ذينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فدربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم باثناهم لنعلم أي الحزبين أخصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فدية آمنوا بربهم وزذناهم هدى وربدنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندو ومن دونه إلها لقد قلنا إذا شتطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يعتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فعووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تذاوروا أن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يدلل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقازا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملعت منهم رعبا وكذلك باثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برضق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يزهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون